اشتركوا في القناة صحة وسعادة خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الجديدة من برنامجكم صحة وسعادة اليوم الخميس نرمس بسرعة لازم يعني نمغي نخلص البرنامج بسرعة ما روح الجو حلو صراحة اليوم على الخميس الجو وروح لا بعد لازم نداوم طيب صباح شراء الله خير دكتور عاشا البسطي هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي أيضا فريق العمل معنا ميرا المري في التنسيق في الإخراج أيمن سرحيل وأعداد هذه الحلقة يوسف سعد صبحكم الله بالخير جميعا نذكركم بأرغام التواصل وحياكم الله تواصلكم يسعدنا أرغام التواصل ويانا 600551414 الرسائل النصية على 4006 مشاركتكم نفس ما قلت لكم تسعدنا طيب اليوم ما نتكلم في فقرتنا التغذوية مع خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي إيمان محمد بتكلمنا عن التغذية وتكيوسات المبايض صبح شراء الله بالخير إيمان إيمان معنا السلام عليكم يا هلا يا هلا تفضلي يا أستاذ إيمان الصباح الخير الصباح النور هلا إيمان اليوم رح نتكلم أسوقا على السيكو الصح مشكلة تكيوس المبايض أيوة تكيوسات المبايض على كيف تغيري الموضوع بعد أن حماع النماء تفضلي كل المواضيع جاهزين تفضلي يا أختي بالنسبة لمشكلة تكيوس المبايض فهو يحدث خلل نتيجة خلل نتيجة هرموني بالجسم وهو أحد اضطرابات الغدد السماء النسائية كانوا زمان يعتبروه اضطراب في الهرمون صاري كان زمان يعتبروه اللي هو آه صاري يعني هو هو الغدد السماء أكثر شيوعاً بين النساء فهو يؤدي للإصابة بالسكر من النوع الثاني ومثل أرزب التمثيل الجدائي وأمراض القلب طيب والأوعية الزموية والفرصة نار إيمان نحن أنا بس سألتش دكتورة عايشة شو يعني تكيوس المبايض يعني كيف ممكن نشرح وشو هي الأعراض اللي ممكن تمر على المرأة بشكل عام اللي ممكن تؤدي لتكيوسات المبايض بعدين ما ندخل في الجانب الغذائي مع الأستاذة إيمان في عملية النمط الغذائي السليم لتفادي مثل هذه المشاكل بالنسبة لتكيوسات المبيض هي تأثر على المبايض عند النساء تكون تكيوسات صغيرة تأثر على المبيض يعني وتكون تكيوسات على حوالين دايما نحن نسميها نمثلها بنفس السبح نفس المسباح بطريقتها لأنها صغيرة تكون ومتوزعها حوالين المبيض بالنسبة للنساء اللي يكون عندهم هال هال المتلازمة نحن نسميها دايما متلازمة يكون عندهم زيادة في الوزن يكون عندهم نمو الشعر خاصة أشياء معين مثل يعني في الوي صوب اللحية صوب الشعر يكون ويكون نوع الشعر يكون ثقير عندها نفس ما قلنا زيادة في الوزن عندها الطراب في الدورة الشهرية يعني ما بكل شعر تكون فيها عندها خلال في الهرمونات عموما فهذا النوع نعرفه أنه أريدي يعني من الأعراب وثاني شيء من قياس الهرمونات والشكل وفي نساء ما يكون عندهم بالشكل يكون فرضا تأخر في الحمل يعني تتأخر لما تحمل بعدين يوم نسوي لهذه الفحوصات يعني هرمونية نكتشف أنه عندهم نسوي لهذه الأسكان بالنسبة هو يختلف عن الكياس المبيض الكياس المبيضة تكون كيس أو كيسين ويكونن كبار ويكونن أعراضهم مختلفة عن التكيّسات ممتاز طيب شو النظام الغذائي اللي ممكن أنا ممكن عفوا ننصح الخوات المستمعات أنهم يتبعونا لتجنب مثل هذه المشاكل أستاذ عيمان طبعا هي المشكلة الأساسية في تكيّس المبايد هي مقاومة الإنسلين بغض النظر عن كتلة الجسم دائما نحن نربط مقاومة الإنسلين بالنساء كل بدانة يعني النساء البدينات بس هي حتى ممكن تكون موجودة عند النساء اللي وزنهم عادي فبالتالي زي ما قلنا بتزيّد الإصابة سهم بعدين في مرض السكتر أو أمراض القلب فبما أنه الأعراض هي مرتبطة بمقاومة الإنسلين الإرشادات الغذائية أو التوصيات بتسمحوا يعني حاولين معالجة مقاومة الإنسلين زي بننصحهم في بقدان الوزن فحتى الدراسات أثبتت أنه 5 إلى 10 بالمئة من البقفان في وزن الجسم بيقلل من مقاومة الإنسلين و يعني دائما بننصح أنه ما يقلل عن 1400 صارة حرارية عشان ما تتأثر عملية الأيضة عندهم كثير بطيئة وهي أصلا تكون بطيئة عند الحالات اللي هي عندهم مقاومة الإنسلين فبيكون صعب جدا نزولهم في الوزن فدائما نحن نأكد عليهم أنه وزنهم سيكون صعب أنه ينزل بس المهم لاستمرارية ودائما ننصحهم أن يتناول واجبات صغيرة ومتعددة عصاص ماء يرتفع عندهم الإنسلين في واجبة كبيرة مثلا واجبة الغداء إذا أخدوه بكمية كبيرة فبيرتفع عنه هرمون الإنسلين فبيزود المشكلة وطبعا يتجنب عنهم يسقط الوزن واجبة من أهم النصائح تمام أنه يتجنب الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات البسيطة أو المكررة مثلا المشروبات الغزية أو مثلا العصاير الحلويات اللي هي بتسبب الأغذية العالية بالمأشرة البلايسيني والمأشرة البلايسيني هي تأثير الطعام على مستوى السكر في الدم وبالتالي ننصح بتناول الأغذية الكاملة أو اعتذار نظام غدائي بمؤشر البلايسيني منفقد يعني لدينا فواكذ ترفع السكر الدم أعلى من فواكذ ثانية مثلا أنه المانقة العنب مش إنه نتجنبهم بس نكلهم بثنيات قليلة محدودة مش زي مثلا التفاح أو الإجاف أو مثلا من البرتقال فيها جليسيني منفقد جميل كمان في عنا بعض مضادات الأكسادة أو المرتبات الكيميائية اللي بتتحسن على مقاومة الإنسليم موجودة في بعض الأغذية مثلا الإرساء أو الثوابل أو النفسرات خاصة الجوز خضروات الخضرة زي البروكلي أو السبانة حتى الخضروات البرتقالية زي الجزر والبطاطس يعني نحاول ينوع أو يلون صدعهم لأن مضادات الأكسادة بتتاعد على مقاومة الإنسليم جميل نحن شاكرين لك أستاذ إيمان محمد فاروق عد السام حين لأن منطلع فاصل وشاكرين لك هذه المعلومات القيمة تبغين تقولين كلمة أخيرة قبل لننهي اللقاء الكلمة الأخيرة أنه يفضل عدم إهمال علاج لكي المغضايا كما ذكرنا صادقا أنه بيأدل الزياز الإصابة بنوع الزكرة الثانية وأمراض القلب والسرطانات يجب اتباع نظام ضغائق للسعرات الحرارية والسربوهيدرات المعقد وموارس الرياضة للوزن أو تأليل الوزن في بعض الحل شكرا جزيلا لكي سادي إذا ما نطلع فاصل المستمعين بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن واحدة من المبادرات الجميلة اللي فيها شراكة رائعة ما بين هيئة الصحابي دبي ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية شو هي هذه المبادرة اسمها نبضات شو هي نبضات بتعرفون عليها بعد الفاصل بيكون معنا دكتور عبيد الجاسم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة نذكركم بأرغام التواصل ويانا 600551414 الرسائل النصية على 4006 حياكم الله الله يحييج دكتورة يزجيج محمد عموما نظمت مبادرة نبضات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وبالتعاون مع هيئة الصحة في دبي 37 حملة منذ انطلاقها في عام 2007 وقامت بإجراء الفحوص التشخيصية لأكثر من 5000 طفل في الدول الفقيرة وأجرت تقريبا 1047 عملية قلب مجانية للأطفال المرضى المقرر أن تنطلق حملة مقبلة في المملكة المغربية وفي هذه الحملة بيستهدفون إن شاء الله يعني ما بين 70 إلى 100 حالة في هذه الحملة وتكاليفها وعلاجها لأن شو يا جماعة الخير واحد عشان يعالج دكتورة طفل واحد مصاب بالقلب هذا يعني ياخذ للست سبع ساعات وأنت سيرى في وقت محدود وقت معين وقت معين فلازم تجرين هذه العملية يعني الأعداد كبيرة حالات تختلف كل حالة مختلفة عن الثانية ما بأن حالة وحدة وأنت حاسب لها الوقت بتكون سبحان الله إذا مضاعفت أو أي شيء يستوى خلال الفترة يمكن الطول تنقص والواحد يحط في باله أشياء وايدة نزيل نعم نحن مانا وغير ندخل في تفاصيل لأن ضيفنا في الستوديو والدكتور عبيد الجاسب رئيس قسم الجراحة جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي وأيضا يعني ممكن أقول الطبيب العقل المدبر لهذه الحملة المشرف على التجهيزات الطبية في هذه الحملة الخيرية دكتور في البداية خلنا نتكلم ونعرف الجمهور عن هذه الحملة التي تقام بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية صبحكم الله بالخير طبعا في البداية أشكركم على الاستضافة طبعا كما هو معروف مبادرة نبضات هذه مبادرة خيرية لعلاج قلوب الأطفال سواء داخل دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات نعم في الخارج بدأنا الحملات من 2012 فنستهدف الأطفال المعوزين لديهم حاجة لإجراء مثل هذه العمليات في عدة دول الدول فيها الإمكانيات ضعيفة من حيث مثل نقول الأجهزة المستشفيات أو الكادر الطبي وكذلك المادة يعني ما عندهم المادة لإجراء مثل هذه العمليات فنحنا نستهدفهم ونقيم هذه العمليات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والتشخيصية جميل طيب دكتور يعني وجود مثل هذه الحملات ذكرت أن في عديد من الدول بالإضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة وين الدول اللي زرتوها من 2007 إلى 20 بيوم نعم طبعا ضمن الدول اللي زرناها خارج دولة المات من معظمها في أفريقيا مثل سودان زرناها ثلاث مرات مصر مرتين موريتانيا أثيوبيا وكذلك كنا في دول أسيوية مثل طاجكستان والهند ليش تختارون مثل هذه للدول دكتور يعني هل يتم عملية تقييم وشو يساوون بس هي عمليات أروح أعالج الأطفال لأنه ما عندهم يعني ديكاترا ولا شو على أي أساس تتم العملية عملية الاختيار والعمل في عدة عوامل أخي محمود نحن مثل ما نقول نمشي على كريتيريا أو تصنيف فالشيء ما دروس يكون في قائمة سنوية بالدول اللي هي محتاجة لهذا نوع من المساعدات سواء كانت طبية أو غير طبية هذه صادرة من منظمة عالمية أو من مكان من داخل الدولة هذه عن طريق مؤسس محمد براش للأعمال الخيري والمساني عندهم قائمة بدول مستهدفة بالمساعدات الطبية وغير الطبية فنحن نمشي على القائمة هاي ترينا قائمة سنوية بخمسة عشر دولة وعشرين دولة ونحن طبية نشوف أي دول أكثر حاجة فيها من هاي القائمة ومن مو بس الحاجة وبعدين نشوف إذا عندهم الامكانيات باستضافة فريق كامل يتكون من عشرين إلى خمسة عشرين شخص وعندهم المستشفى وعندهم غرفة العمليات والأجهزة اللولية الأشياء الثانية نحن نوديها معنا يعني المستهلكات الطبية في بعض الأجهزة نحن نوديها طبعا تكون فيه زيارة استطلاعية مسبقة قبلها بشهرين ثلاث شهور نصير نزور المستشفى ونشوف مكانياتهم الجاهزية المستشفى والنواقص إذا فيه نواقص نكملها وعلى ضوها نحطهم في القائمة السنوية لحملات نبضات دكتور شو الحالات اللي يتعارجونها خلال زياراتكم لهاي البلدان طبعا هذه الحالات نحن على حسب التصنيف الطبي نقول هي مستهدفة للأطفال اللي عندهم تشوهات خلقية في القلب نوعات تشوهات مختلفة منها البسيطة ومنها المتوسطة ومنها المعقدة فنحن نستهدفهم كلهم حملتنا هاي بالذات في المغرب هم المغرب يسوون عمليات قلب مفتوح بس بشكل يعني مبكلة الحالات نحن معنا طبعا عالميا أحيانا وعلى مستوى عالي ونستهدف حالات معقدة لأن الحالات البسيطة في بعض الدول هم يسوونها ممتاز ترى هذا اللي كان يدور في المغرب يعني يعني نروح نحن بس نسوي حالات بسيطة ونرجع لكن في بعض الأحيان في بعض الدول نروح نستهدف حالات فعلا معقدة لأن نودي طاقم كامل معنا يعني جراحين عالميين الطباء تخدير الطباء عناية مركزة تمريط الحملة هاي نحن حوالي عشرين شخص نغطي كل جوانب علاج أطفال تشوهات الخلقية من التشخيص إلى ما بعد العناية جميل فعلى حسب الدولة اللي نروح لها بعطيك مثال ثاني طاجكستان أول مرة رحنا ما عندهم في المستشفى اللي زرناهم يعني هناك عندهم المستشفى وغرف العمليات غرف القسطرة مجهزة بس ما عندهم الطاقم ولا عندهم المواد أول مرة تقام عمليات القالب المفتوح في عندهم ما عندهم الطاقم ولا المواد هنا دكتور أنا بغير أسهل يعني هذه بالأمس يعني أو أول أمس كنا في منتدى دبي الصحي كان يتحدث مع علي حميد القطام المدير العام فكانت كلمات موجهة إلى الشباب ولكن أنا أستحضر المثل الصيني اللي كان اللي قال أنه لا تعلمني لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصطادها هل أنتم تسوون هذا الشيء بما أن يعني وجودكم من خلال هذه الحملة وصلتوا هناك هل في كوادر طبية من البلد نفسه يكون موجود معاكم ضمن الفريق لأخذ الخبرة للتعليم لأنها هي العملية مش أني أنا أروح أعالجهم وأرجع لا أنا محتاج أني أنا يعني العملية هذه تستمر لأن الهدف أني أنا ننقذ حياة الأططال هذه صحيح وتتكون مستمرة بعد إيه لأنا طبعا بكلامك صحيح وإحنا هدف من أهداف نبضات مو بس العلاج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فإحنا عندنا في القائمة طبعا مثل ما قلت لك الدول اللي نصير لها ندرسها ونشوف حاجاتهم في طاجيكستان طلبونا أنهم عندهم مستشفى ومثل ما قلت لك عندهم وغرف العمليات بس كانوا يبدون هذه العمليات بالطاقم اللي هم بيعينونهم جميل فمن ضمن الأهداف أنه نحن مع كل جراح يكون جراح من الدولة المصطرفة مع التخدير مخدر من الدولة المصطرفة فبيكون فيه نقل في المعرفة طبعا نحن بعد ما نسيرهم هم ما يكبرون يسوون هذه العمليات يبغي لهم وقت ويبغي لهم وقت فلازم نحن نتردد عليهم مرة مرتين ثلاثة بالإضافة إلى مثال ثاني بعطيك أنه نقل المعرفة ما يكون يعني في نفس المركز لا في السودان مثلا طلبوا مننا نعلم جراح ومخدر وتقني جهاز القلب نحن نوقف القلب ودولة دموية تكون عن طريق جهاز القلب يكون فيه فني شغال عليه طلبوا نعلمهم عساس أنهم يبدون يسوون هاي العمليات عندهم في بلادهم فاستضبناهم في دولة الإمارات وفي السعودية ممتاز على حساب نبضات فنستضيفهم ست شهور لمدة سنة أو على حساب المركز اللي يروحون لهم إخواننا وزملائنا في السعودية ما شاء الله عندهم مراكز متطورة للتعليم فيستضيفون بالتعاون معنا وعندنا خطة كمان نفس الشي للطاقم من طاجكستان إنه بيت مو بيكون التعليم في البلد هذا سبحان الله تتقرأ الأفكار اللي في مخي النيبهم عندنا وعندنا نحن مذكرات تفاهم مع السعودية مع الهند زملائنا وين يسوون العمليات نوعية وبكمية كبيرة أو بعدد كبير أن يتعلمون بسرعة في فترة وجيزة يعني جميل دكتور يعني الحملة القادمة في المغرب خبرنا عن هذه الحملة شو اللي بيصير الفريق مكون من وين بالضبط شو الأشياء اللي تستهدفون من خلال الحملة القادمة الحملة القادمة إن شاء الله تبدأ أسبوع القادم في مراكش في المملكة المغربية طبعاً نحن على تواصل مع الفريق الطبي الموجود في مراكش من زمان فهذا يعني متطلب من المتطلبات الحملات يعني أنه لازم يكون فيه فريق طبي على الأقل يشخص يجهز الحالات قبل نصول قبل على الأقل تجهيز أولي نحن قبل الحملة نستقبل القائمة بشهر تقريباً وندرس القائمة هم جهزين لنا حوالي 200 طفل ونستهدف طبعاً في الفترة الوجيزة هاي فيه بيتكون كشوفات على كل الأطفال هذا جزء من عمل نبضات إن نتأكد من التشخيص وبعدين من الميتين نحاول نسوي أكبر عدد أو نعالج أكبر عدد من الأطفال فالمستهدف خلال سبعة أو ثمانة أيام سبعين إلى ثمانين حملة من عمليات قلب المفتوح والقصرة العلاجية والتشخيصية فأذكر أن هذه عمليات معقدة دكتور يعني ما تزهدفون العمليات البسيطة سبعين عدد كبير نعم هذه عمليات نوعية وفريق عندهم فريق وعندهم دكتور هناك وفريق شغال بس يعني هم محتاجين أكثر شيء لمحتاجينه أن ينسوي العمليات اللي هي المعقدة وعندهم نقص في المواد الاستهلاكية هناك المريض في معظم الدول مثل هذه المريض اللي بي يسوي له عملية الدكتور لازم ييب أو يشتري مستهلكات الخاصة ويا ايه فعندهم هاي والمادة هناك عندهم يعني جميل مشكلة أنا دكتور يعني أبغي بس في اختام اللقاء أني أنا أتطرق حقيقة إلى هذه الشراكة ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية نبغي تطرق لهذا الموضوع هذه الشراكة حقيقة يعني لها فائدة كبيرة على المجتمع الإنساني العالمي وأيضا المؤسسة يعني معروفة ب أيديها البيضاء في العديد من المجالات ووجود مثل هذه المبادرة كينا نحن نوجه لهم كبر تحية وأجمل تحية وإن شاء الله يا رب في ميزان حسنا جميع العاملين وهذه يعني تحمل اسم غالي على قلوبنا يعني مؤسسة غالية على قلوبنا تحمل اسم صاحب الأياد الخير أو الأياد البيضاء سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد وراشد المكتوم نائب الرئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظ الله يحفظ وطبعا مثل ما ذكرت أخوي محمود هذه من المبادرات التي نرى أننا الإنسانية المهمة جدا لأنك تنقض حياة طفل طفل يعيل أسرة كاملة هذه الله يعني ما تقول ما بس يعني ابتلاهم بمرض لكن ابتلاهم فقر بعد الفقر والمرض فالطفل هذا ممكن في المستقبل يكبر ويتعلم ويشتغل ويعيل أسرة كاملة صحيح دبي تكاتف الأيادي والجهود لإنجاح مثل هذه الحملات ونحن كفريق يعني نشعر بسعادة غامرة أن هاي الدول والأطفال يعطونا فرصة نحن نعالجهم ونسعدهم فمثل ما قلت وكان عندي نقاش مع أخي محمود أن السعادة مبلهم بس السعادة لنا هم يعطونا السعادة فالحمد الله رب العالمين ونحن الحمد لله عايشين في دولة فيها الخير وخيرها في كل مكان وعطونا فرصة مثل هذه نسير نعالج الأطفال المحتاجين هو جزء بعد مثل ما تعطي سبحان الله تلقى سعادة الحمد لله أعطيكم العافية دكتور عبيد الجاسم رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي وكان يحدثنا عن مبادرة نبضات هذه اللي تحوي العديد من الجولات الطبية الإنسانية حول العالم جولتكم القادمة من المغرب نتمنىكم إن شاء الله الوصول إليها بالسلامة وإجراء هذه العمليات وإن شاء الله يا رب يعني أنتم إن شاء الله ضمن نسب مخفضة جدا في عملية يعني إذا ما نجحت العمليات أو المضاعفات لأن أنتم في الرينج العالمي تقريبا من خلال نجاح العمليات نعم نحن بضع إضافة طبعا نحن نتائجنا ندرسها وفي بنشماركين الحملات مثل هذه طبعا هاي رسك وخطورة عالية وخاصة على حسب المكان أحيانا تتعرض للأطفال يتعرضون للتهابات المكانيات والإمكانيات لكن الحمد لله الرينج ما لأننا نحن فيه شي يسمونه بنشماركين فنحن ضمن هذه دائما عمليات قلب الأطفال نسبة الخطورة العالمية من الواحد لخمسة في المية فنحن أقل من الرينج هذا وشي الثاني أننا لدينا التكلفة تكلفة منخفضة جدا يعني لو تحسب التكلفة تكلفة علاج طفل واحد يكلف حوالي عشرين ألف درهم من التكلفة اللي نحن نحسبها كسفر الفريق والمعدات والمواد بس إذا راح الطفل هذا لأوروبا أو أي مكان ثاني ما بقل من تعرف ميتين ثلاثم أربعين ألف درهم على حسب المكان وعلى حسب نوعية الحالة الله يوفقكم دكتور عبيد وشكرا لوجودك معنا ونتمنى لكم التوفيق وتوصلون تروحون وترجعون بالسلامة إذن مستمعينا بعد الفاصل يعني ما من نتكلم عن مبادرة لأن في عنا مبادرة أخرى سمها مبادرة نور دبي لعلاج العيون ما من نتكلم عنها بتكون معنا الدكتورة منال تريم من نتحدث عن منتدى دبي الصحي والعديد من المجالات الأخرى اللي بتكون فعالية كبيرة كانت خلال الأسبوع هذا فاصلوا راجعين صحة وسعادة أسعد الله ووقاتك ووراة الأخرى وستمعينا الكرامة وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هنا في دكتور السؤال يسأل هل السلمون السلمون يعني في كرسترول أمم محمد تسأل هو من أنواع الأسماك الدهني اللي تحتوي على دهون أكثر عن أنواع الأسماك الثانية بس بتقدر تفيدنا أخصائية التغذية في أكثر النسب اللي فيها وكان في اليوم مقدارها بعد ما أحلى المشي والاستماع لبرنامجكم المبدع والكلمات تعجز عن الشكر وتغذيل لهذا البرنامج التوعوي شكرين لك هذه الرسالة الجميلة طيب مثل ما وعدناكم قبل الفاصل نتحدث عن يعني ملخص عام لمنتدى دبي الصحي الثالث هذا المنتدى اللي حقق للأمانة نجاح كبير بالمقارنة مع دوراته السابقة يعني المنتدى التناول العديد من الأشياء الطبية الكبيرة واللي على مستوى كبير وفيها أبداع وفيها كذلك الذكاء الاصطناعي فيها تحدي كبير كم حضرة حضرت هناك؟ على الحضور؟ ما حضرت ويد صراحة بس كنت عن بعد أتاب كنت أتاب عن بعد صراحة كل الفقرات خاصة هكاثون حضرت يعني عن بعد كبير لأنه صراحة شيء يديد وحلو وفيه تحدي كبير ويخدم فئة يعني مهمة في المجتمع طيب نحن معانا الدكتور رمانال تريم المدير التنفيذي لقطاع العي الصحية الأولية واشي صبحت شر الله بالخير دكتورة وألف مبروك على نجاح هذه الدورة صباح النورة سهلا فيكم ندكر المستمع ما شاء الله نحن يعني طوال الفترة الماضية كنا نحدثهم عن هذا المنتدى وخذنا فيه تغطيات كثيرة ولكن فكرة عامة عن هذا المنتدى الهدف اللي كنا نسعى لتحقيقه من خلال هذا المنتدى وأيضا المحاور بشكل سريع اللي ركزنا عليها في هذا المنتدى دكتورة وطبعا كان الهدف الأساسي من المنتدى أن نحن نوصل لأكبر عدد من أفراد المجتمع نبين لهم أهمية الصحة وما توصلت لهيئة الصحة بدو بي من إنجازات وابتكارات في مجال الصحة اللي في النهاية تخدمهم غير عن هذا أن كان هدفنا بعد أن نبرز كيف نحن قدرنا نتوصل للحلول العالمية والابتكارات العالمية بأننا نحن نبمن تحدثين خارجيين يكلموننا عن ابتكارات موجودة عندنا تم تطبيقها في هيئة الصحة في دبي ونشوف أفضل الممارسات في تطوير الخدمة ونقدر أن نحن نحط مسار التطوير للسنين القادمة طبعا في المنتدى وصل عدد التسجيل لفوق الـ 3800 كان عندنا 23 شركة عارضة لكن المبتكرين اللي عرضوا ابتكاراتهم كان يفوق عددهم الـ 60 مبتكر غير عن الـ هاكرز اللي شاركوا في هاكاتون الصحة كان عددهم 59 وتم اختيار ثلاثة منهم هذي كلهم هاكرز ورعوا والله أنا من شفتهم أنا شاك فيهم أصلا بس هاكرز من النوع المفيد اللي يعملون لصحة المجتمع طبعا تم اختيار ثلاثة منهم ولو تتذكر أخ محمود كان واحد منهم عمره 13 سنة وكان طالب في المدرسة وعنده مؤسس شركة شركة خاصة فيها شركة خاصة للابتكار ما شاء الله عليه فاز وانت أيمن حاطل هاي السماعة هنا ويالس هذاك 13 سنة فتح لشركة خلنا فتحنا وانت شركة ويعتمد على الابتكار وشأل يعني مو بش فتح شركة بصير نحن أشكالنا ما الواحد يفتح شركة ما في شي مستحيل ما في مستحيل صحيح ما في مستحيل أبدا والحمد لله يعني احنا عدنا شباب قادرين على انهم يبتكرون وانهم يأسسون بزنس يعني ويبنون مسار مستقبلهم ما شاء الله عليهم فنحن الحين بنشتغل مع هالث ثلاث فائزين لين اسبوع الابتكار في فبراير وبيتم اختيار الفائز الرئيسي اللي رح نتبنى نحن مشروعة في هيئة الصحة وطبعا مثل ما ذكرت الدكتورة ان المشاريع كلها تصف في خدمات لأصحاب الهمم جميل دكتورة ذكرت ان ثلاث تلاف وكم عدد ثلاث تلاف ثمانمية وتسعين نحن كنا نذكر ان الف وخمسمية مشارك المتوقعين ما شاء الله عليكم وصلت لهذا العدد الكبير الحمد لله وايضا اذا عندك شرقام اخرى تبغين تذكرينها دكتورة تدل على نجاح هذا المنتدى من خلال يعني الامور اللي انطرحت في هذا المنتدى هل في جوانب اخرى يعني نبغي نركز عليها من خلال وجودنا في في هذا المنتدى او شغلات يديدة فتحت لنا افاق ممكن مستقبلا نحن نصل اليها في الدورة الرابعة طبعا يعني في المنتدى نحن بعد ركزنا على السياسات الصحية اللي في هيئة الصحة في دبي تم الاطلاع على نتائج بعض السياسات الصحية مثل سياسة الصحة النفسية اللي قرينا عنها بعد في الجرائد بعد اول يوم من المنتدى انه دمج الرعاية الصحية مع الرعاية الصحة النفسية وهذا ما قمنا فيه في الفترة الاخيرة الاشهر الاخيرة ان احنا فتحنا عيادات صحة نفسية داخل مراكز الرعاية الصحية الاولية فاي مريض عنده مرض مزمن مثل السكر الضغط اللي ممكن يأثر على صحة النفسية ويأثر على صحة افراد اسرة بعد في مجال ان يشوف اخصائي نفسي بس انه يساعد على التغلب على هاي التحديات وفي نفس الوقت انه فيه خطة توسعة انه تشمل عدد اكبر من العيادات وليس فقط الامراض المزمنة فبتصير الصحة النفسية احد الخدمات اللي توفر في كافة المراكز الصحية ان شاء الله تانس غير عن هذا قمنا باستعراض نتائج سياسة الدنتو أورل اللي هي السياسة الخاصة بالتثقيف الصحي والتدريب على امراض اللثة والاسنان فكان لهم انجازات كبيرة في الفترة الاخيرة ما شاء الله وايضا استعرضنا نتائج السياسة الصحة المدرسية واخر ما توصل من ناحية تدريب العيادات المدرسية والعاملين عليها لاستخدام برنامج حصانة اللي هو يعني بتحصين طلبة المدارس وتسجيل التطعيمات واللقاحات اللي يستلمونها في المدارس جميل ناخذ مداخلة من أم خليفة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أم خليفة مرحبا الله يصبحت بالنور والآفية السلام عليكم الجميع يعني الموجودين الله يحلم الله يسلم جم خليفة تفضل بغيت بس الداخل لكن بخصوص بأن الدكتورة أعتقد منال تريم تخصص عيون تخصص عيون هي بس بقيت أعرف شو آخر المستجدات لعلاد مرض اللي هو من الأمراض النادرة يعني حق العيون اللي هو هرتدن بيقم أنتوزة أعتقد الدكتورة تعرف إن شاء الله إن شاء الله تسمعي اللي جاء شكرا يعني ما خلينا مكان ندور مني ومني ومني وكل يقولون في قيد التجارب قيد التجارب بعد يعني يعني ما عرف لك إذا عدد الدكتورة أي معلومات أو شيء تكن به حاضر يا مخليفة مشكورة مشكورة مخليفة أهلا وسهلا فيك يا مخليفة هو طبعا مرض الريتنايتس بيقم أنتوزة يصيب شبكية العين وهذا مرض جيني قد لا يكون وراثي لكن جيني معناته أن يكون في خلل في جينات الطفل أثناء الحمل في بعضهم تكون وراثية وبعضهم تكون حالات يعني يستغربون الأهل أن يكون أول حالة في العائلة يعني ما كان موجود هالمرض عندهم لكن هذا بعد وارد طبعا المرض الجيني هذا يأثر على الأطفال في بعض الأطفال يبدأ عندهم مرحلة متقدمة يعني يوم يكملون عشر سنين وفوق وفي بعضهم لا يكمل معاهم طبيعي من غير ما يتأثر النظر ويكتشفون عن طريق فحص العين عادة لما يرحون ليقدمون فحوصات للسواقة أن عندهم مشكلة في صبغة على النظر سبيل المثال طبعا اللي أثر على نظرهم فيه علاجات متعددة يعتمد على المرحلة اللي يوصل لها المرض ويعتمد على الجينات اللي متأثرة فيه العلاج عن طريق النظارات إذا كان النظر سليم لكن فيه بعض الخلل فيه الألوان ففيه نظارات خاصة فيها فلترات قد تساعد يعني المصاب بأن يقدر يسوق أو يقدر يمارس حياة الطبيعية من غير ما يتأثر بالتغيرات الصبغية اللي في الشبكية لكن إذا كان المرض متطور أكثر لكن بعده ما صاب عصب العين فيه علاجات عن طريق الحقن داخل العين بس بعد مثل ما ذكره لشم خليفة أن هذه العلاجات كلها ما زالت تحت التجارب في مستشفيات في بريطانيا بدأوا أن يستخدمونها للمرضى لكن اختياراتهم تكون المرضى اللي هم مصابين بمرحلة متقدمة جدا من المرض على أساس أن إذا ما فادهم العلاج ما يضرهم لكن إن شاء الله يعني مع التطور اللي نحن يحسن لحظة في أيضا أجهزة نظارات خاصة فيها أجهزة مكبرة تقدر تساعد المصاب على أن يقرأ ويمارس حياة الطبيعية حاليا مع هالأجهزة هاي مرض الريتيناتس ما عاد مرض يعني يمنع الطفل من أن يمارس حياة الطبيعية في المدارس يقدر يدرس يقدر يتعلم يقدر يقدر يشتغل والدولة ما شاء الله يعني موفرين خدمات يعني تساعدهم على أنهم دمجهم في المجتمع الطبيعي بصورة عفوا أن ما ي هذا ما ي دكتور اتفاضل أنا أسف ما يأثر على حياتهم الطبيعية سواء في التعليم أو في العمل فرص العمل فإحنا نقول حقهم خليف إذا كان في أي حد لا سبحان الله من معارفة مصاب أن لا تحاتين إن شاء الله في أمل للعلاج وحتى لو ما قدر أنه يستفيد وايد من الحلول المتاحة في يعني سبل كثيرة تساعده على ممارسة حياة الطبيعية يعني من غير ما يأثر هذا المرض عليك جميل نحن نتمنى إن شاء الله الصحة والعافية للجميع نرجع نتحدث عن المنتدى دكتورة لأن إذا ما نفتح ما شاء الله المجال الحديث عن يعني الأمراض عموما من نطلع خارج النطاق الرئيسي لنا في في عوامل كثيرة دكتورة أثرت على نجاح أو كانت مساهمة في نجاح هذه الدورة أنا أريد أن أتحدث عن الدورة القادمة أنا أعرف أنكم تشتغلون عليها قبل قبل أن ندخل الدورة الحالية أنتم ما شاء الله عليكم شغالين حق السنة اللي بعدها فشو ممكن يعني نشوف خلال السنوات القادمة في المنتدى هو طبعا مثل ما تفضلت لأن المنتدى سنوي فنحن دايما نشتغل عليه باستمرارية أهم العوامل هو روح الفريق يعني نحن عدنا فريق واحد يعمل على المنتدى اللي هو الفريق الدائم في التنظيم لكن بعد في عدنا الهيئة كلها مشاركة يعني من معالي حميد الكطامي ما شاء الله يعني دايما يتابع تطورات وتفاصيل المنتدى حتى تذكر في بعض الأحيان لما أنا أحس أن البيبانة مغلقة خلاص خلاص وما شاء الله عليه يعني يفتح الأفق مرة ثانية بالضرط يعني هذا أكبر دعم يعني يخلي المنتدى أن يستمر ويستمر بالنجاح اللي نحن نشهد صحي صحي أما بالنسبة لما هو جديد في السنة الياية نحن أريد بدينا طبعا ما بخبركم لأن بخليها مثل مفاجأة لكم لكن نحن بدينا نفكر بالدول اللي توصلت لبعض الإنجازات الكبيرة اللي مشهودة لها في مجال الصحة وبتستغربون لأن الناس دايما تسمع عن أمريكا وأوروبا لكن هذه الدول مسكت مرض معين مم موجود غير عندها وقدرت أن تتغلب عليه لدرجة أن يمحي من الوجود فهذه يعني بعض النواح اللي نحن لازم نسلط الضوء عليها في المنتدى لأن تجاربهم وكيف قدروا أن يتغلبون على مرض كان عندهم يعني مثل الوباء نقدر أن نحن نستفيد منها في التغلب على أمراض ثانية مثل السكري مثل الضغط اللي هي أصلا عندنا منتشرة طريقة كبيرة فهذا عام اللي نحن لازم نسلط عليه الضوء في السنين اللي هي من المنتدى غير عن الابتكارات الليديدة يعني نحن دايما ننتابع كل ما هو جديد حول العالم في الابتكارات في استخدام التقنيات الحديثة بس عشان نقدر نشوف شو الفرص اللي نحن نقدر ندخلها عندنا في الخدمة جميل أيضا هناك جلسات ملهمة أنا أحب بما أنت أنت ذكرت يعني سامات معالي المدير العام أنا يعني شاكر حقيقة لنجد المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب يعني في توفير هذه الجلسة الملهمة لمعالي حميد محمد القطام ضمن مبادرة الميات موجه استفدنا منها بشكل كبير كانت موجهة للشباب لكن نحن بعدنا شباب دكتورة نحن دائما شباب هي مبادرة الميات موجهة نحن طبعا نشكر معالي شم المزروعي وزيرة الشباب أنه أعطتنا الفرصة أنه نحن نعرض الميات موجهة بالطريقة التي عرضت فيها وأعتقد أن للمنتدى كان أفضل شخص نختار أن يكون هو الموجه كان معالي حميد القطام لو تشوف مسيرة عمله أو إنجازاته ابتداء من كونك كان وزير الصحة وبعدين وزير التربية قبل التحدث أياما كان في لجنة الموارد البشرية وغيرها والحين لجنة الأولمبية فيه دروس كثيرة يقدرون يستفيدون منها شباب نستفيد منها نحن بعد نستفدنا بعد فكانت من أنجح الجلسات في المنتدى وأنا ما قلت لأنه مديرنا لكن لأنه الحقيق لأنه جلسة جميلة كانت فيها العديد من الرسائل الإيجابية الرسائل الملهمة يعطيكم ملف عافية دكتورة نتمنى نشوف يعني الدورة القادمة بشكل أكبر وأحلى ومنظمة يعني التنظيم العالمي التي تستحق يعني هذه المبادرة الجميلة التي هي منتدى دبي الصحي وأيضا تستحق إمارة دبي التي عودتنا دائما على العالمية شكرا جزيلا لك شكرا لك دكتورة شكرا لفريق العبل شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى شكرا لك دكتورة عائشة شكرا محمود ما قصرتي دكتورة عائشة البسطي شكرا لكتيرو شكرا لك مير المري كانت معنا في التنسيق كل شكر لزميلنا يوسف سعد في إعداد هذه الحلقة الشكر موصول لزميلنا إما سرحيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونشوفكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم إجازة سعيدة أقدمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي